أمر آخر أحبتي وهو هب أن شخصا يكذب حال يقزته كذاب نصاب وإنسان مقصر في الطاعات والعبادات وبعدين رأى أنه من أهل الجنة أو سمع هاتفا يقول أنت من أهل السعادة مثلا هل ما رآه يكون بشارة؟ لا يكون بشارة في حال انعدل مساره وتلاف أخطاءه وعقلع عما كان عليه وهذا ليس كلامي والله أحبتي في صحيح الإمام المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الناس حديثا أصدقهم رؤيا أو أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا أي الصادق حال يقظته الإنسان الصادق المستقيم يكون صادقا في المرأي التي يراها طيب لو كان على الخلاف إذن الذي يراه لا قيمة له مجرد كلام في كلام كذب بالليل مع كذب بالنهار فإذا أردت أن ترى المبشرات الرؤية الصالحة التي يعني تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة فكن صادق الحديث كن مستقيما على أمر الله تعالى متمسكا بالأعمال الصالحة أمر يضاف لما أشرت إليه وهو من القواعد المبينة والموضحة والضابطة لمسألة المرأي والأحلام معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وآله وسلم ومن السابقين وربما من اللاحقين من كان يستغفر الله تعالى ويظن أنه قد ارتكب زنبا إن لم يرى النبي في كل ليلة صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة طيب من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم بسمته بهيئته بصفته هو النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي لا يقوى على أن يتشكل بصورتي طيب هذا أمر إذن من رأى النبي فقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم طيب ما حكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على غير صورته على غير هيئته كمن رأى صورة مشوشة مشوهة وبعدين قيل له هذا هو رسول الله مثلا أو من رأى صورة ناقصة من رأى صورة ليست حسنة وقيل له هذا رسول الله ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب كيف نوفق بين هذا الكلام الأخير وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي كيف نوفق بين الحديث وبين ذلك الكلام كيف نوفق علماؤنا في الحقيقة قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح من رآني في المنام فقد رآني أي من رآني على سمتي وصورتي وهيئتي فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي بصورة الحقيقية بهيئة المعروفة بصفتي المعروفة هذا أمر الأمر الثاني لا تتأتى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الحقيقية إلا لأصحاب البصيرة السليمة الصحيحة بمعنى أن التشويه والنقص في صورة لا قدر الله وحاش لرسول الله يكون ذلك القصور والنقص في عين الرائي وليس في شخص المرء بمعنى كلما صفى إيمانك وتألق في قلبك وتعلق قلبك بمحبة حبيبك وتمسكت بسنته وتشوقت لمرافقته ورؤيته صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل للإمام أحمد صف لنا الجنة فقال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا الكلام الله صف لنا الجنة قال فيها رسول الله بس أنا أريد أن أكثر من كده قلعه بسرسول الله